قصة هذه الأغنية بدأت من قصة الشهيدة الفلسطينية هند رجب التي قتلها جيش الاحتلال في تل الهواء بغزة لا شك أنكم تذكرون هند الشهيدة هند وغزة ولحن أغنية أنا لحبيبي لفيروز وصوت واضح ناقد نتصاخط كل هذه العناصر اجتمعت في هذه الأغنية التي حطمت الخوف من الخروج من السيستم هي أغنية بعنوان قاعة هند لمغانرة بالأمريكي الإرلندي الأصل مايكلي مور والتي سجلت عشرات الملايين من المشاهدات خلال ساعات قليلة من طرحها على المنصات في تحدي صريح للرواية المسيطرة والاستسلام الفنانين لها الأغنية بعنوان قاعة هند كما ذكرنا في إشارة إلى حصار الطلاب لقاعة هاملتون في جامعة كولومبيا وتحويل اسمها إلى قاعة هند تكريما للطفلة الشهيدة هند رجب صوت مايكلي مور وصل إلى مئات الملايين واضحا وضوح كلمات الأغنية كتلك التي تقول ماذا لو كنت في غزة؟ ماذا لو كانوا أطفالك؟ في تحدي آخر أيضا أعلن مايكلي مور أنه سيتبرع بكل عائدات أغنيته بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا لنستمع تعليقا على هذه الأغنية كتب محمد الخالدي على منصة TX ها هو بنجامين هيغرتي المعروف بالبروفيسور مايكلي مور مغني الراب الأمريكي ذو الأصول الإيرلندية يغني لفلسطين وغزة ويتعم الأونروا ويغسل المتواطئين مع الصعينة ويصخر من التفوق الأبيض ومن ازدواجية المعايير بين أوكرانيا وغزة في أغنية رائعة على نفس المنصة كتب أستاذ العلوم السياسية خليل عناني الآتي مغني الراب الأمريكي المشهور مايكلي مور يغني لفلسطين ويفضح الطواطئ العالمي مع الصعينة غزة تعيد كتابة التاريخ وفلسطين تلهم الجميع